موسيقى أهلا وسهلا فيكم إخواني وأحبائي الحلقة الثانية اليوم عن مفاهيم مختلفة للمحبة المحبة مثل ما قلنا سابقا هي من أهم أركان الطبيعة البشرية ولا يقتل الإنسان أن يعيش بدونها زي ما قلنا هي تحتل النصيب الأكبر في الأفلام في القصص في الروايات في الأشعار في التاريخ في أحاديث الناس يعني كأنه إذا بمرء فيلم بدون ما يكون فيه جانب معين البطل حب البطلة أو فيه علاقة حب كأنه منشعر أنه فيه شيء ناقص وزي ما قلنا عشان هيك الكتاب أعطاها نصيب كبير جدا وعلم عنها الوحي في العهد الجديد اللي كتب باللغة اليونانية اللي كانت لغة العلوم في ذلك الوقت يعني متى اللغة الإنجليزية اليوم اللغة اليونانية كانت اللغة العالمية على وقت المسيح استخدم أربع كلمات مختلفة لكلمة محبة الكلمة الأولى إيروس وهي استخدمت لمحبة الأشياء أنا بحب التفاح أنا بحب اللحمة فإيروس استخدمت هاي الكلمة الكلمة الثانية هي بورنيا استخدمت للشهوات الجنسية ومن هون أجد كلمة بورنوغرافي يعني محبة الجنس أو الأمور الجنسية بعدين في كلمة ثالثة اسمها فيلة أي للمحبة الأخوية أو المحبة البشرية والكلمة الرابعة وهي الكلمة المهمة الرح نركز عليها أخص الوحي العهد الجديد ذكر كلمة مميزة لكلمة المحبة الإلهية وهي أغابي استخدمها للمحبة الإلهية حتى يميز بين محبة الله ومحبة الإنسان وأغابي هي المحبة المضحية باختصار شو يعني محبة بشرية يعني خلينا نقول كيف يعني شب أحب فتاة أو بنت أو بالعكس شو يعناته أنا محب بنت يعني بتطلع شكلها حلوة بفتكر إنه هي ممكن تسعدني ممكن توقف جنبي ممكن تساعدني ممكن تكون زوجة صالحة ممكن تجيب لي ولاد ممكن تهتم فيي يعني إذا بتلاحظوا فكري عن المحبة بمنظور البشر هو فكر أناني بتكلم عن يعني احتياجاتي أنا بتكلم عن نفسي أنا ما بتكلم عنها هي مثلا هي راح تساعدني حتى أحقق حلمي إلى آخره فكله متمحور حولي أنا هذه هي المحبة البشرية لكن المحبة الإلهية هي أن يهب المحب ذاته للمحبوب يعني المحب موجود حتى يضحي بذاته للمحبوب وشانك هي المحبة المضحية ومحبة فريدة لن تجدها في هذا العالم كثير فعلا هي محبة المسيح اللي شفنا هو وجد أتى لتكون لنا حياة وليكون لنا أفضل فإذا مهم جدا أنه نفهم لما العهد الجديد يتكلم عن المحبة بيتكلم عن محبة الإلهية ومهم جدا كمان نعرف أنه المشيئة الله هو أنه يحول محبة البشرية زي ما قلنا المحبة المنحصرة حولي أنا بالمحبة الإلهية أقابة اللي هي أن أهب نفسي أنا وذاتي للمحبوب محبة مضحية المحبة البشرية هي محبة منحصرة حول ذاتي المحبة الإلهية هي محبة منحصرة حول المحبوب يعني أنا موجود لأجل المحبوب وإن شاء الله في الحلقات القادمة رح نعرف ما هو المقصود في المحبة الإلهية وكيف ممكن أن نستخدمها ونمارسها في هذا العالم وإيش وتأثيرها في هذا العالم شكرا لكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بنامتر اشتركوا في القناة